على مدار الساعة تتابع وزارة الموارد المائية والري تنفيذ الإجراءات الاحترازية ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا وترجمة لذلك يعقد وزير الموارد المائية والري اجتماعات متعددة مع مسؤول وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المعنية بهدف متابعة آليات وتنفيذ حزمة الإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات التطهير والتعقيم في مختلف المجاري وقنوات الري والطرع فضلا عن التأكيد على استمرار غلق الحضائق والمنتزهات التابعة لوزارة الري وتزامنا مع متابعة هذه الإجراءات الاحترازية والتجديد على تنفيذها حرص وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أيضا على متابعة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات التابعة لوزارة الري حرصا على استمرار دوران عجلة الانتاج والعمل وفي هذا الإطار يتابع الوزير مع قيادات وزارة الري الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها وعلى رأسها الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات للمياه موسم الزراعات الصيفية وتوفير المياه للفلاح لري الأراضي الزراعية من خلال تطهير الطرع والمصارف كما يحرص الوزير على متابعة سير العمل في إزالة التعديات على نهر النيل والحفاظ على هذا الشريان الحيوي وشدد الوزير على عدم التهاون مع المتعدين على نهر النيل وإزالة كافة التعديات وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه تم التنسيق مع أحد البنوك الوطنية لتمويل وتنفيذ شبكات الري الحديث من خلال قروض ميسرة للمزارعين والتوسع في هذا الشأن بما يساهم في الحفاظ على المياه كما يحرص وزير الري على متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 85% من إجمال المستهدف من العام المالي الحالي كل هذه الجهود تأتي في إطار الخطة القومية للموارد المائية والري والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتطوير المنظومة المائية في مصر عاطف عبد الشافي لأخبار الإزاعة ترجمة نانسي قنقر